السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس تعلم الرياضيات للصف الخامس الدرس الأول من الوحدة السابعة بعنوان تقدير نواتج جمع وطرح الكسور الاعتيادية الجزء الثاني سوف تتعلم عزيز الطالب في هذا الدرس تقدير ناتج جمع وناتج الطرح للكسور الاعتيادية باستعمال أقرب نصف أو أقرب واحد أو أقرب صفر التهيئة السؤال الأساس كيف يمكنك تقدير ناتج جمع كسرين اعتياديين؟ وكانت الإجابة هي يمكن استعمال خط الأعداد لتحديد أقرب نصف أو أقرب عدد كلي بالنسبة إلى الكسر الاعتيادي لتقدير ناتج الجمع أو ناتج الطرح نجمع الكسور الاعتيادية المرجعية أو نطرحها ويمكن استعمال الحس العددي للكسور الاعتيادية لتحديد ما إذا كانت التقديرات منطقية ملاحظة إذا كان البسط قريبا من المقام يقرب الكسر إلى واحد وإذا كان البسط قريبا من نصف المقام يقرب الكسر إلى واحد على اثنان أما إذا كان البسط أقل من نصف المقام وقريبا من الصفر يقرب الكسر إلى الصفر سوف نقوم بالانتقال عزيز الطالب إلى تدرب مستقل صفحة سبعة استعمل خط الأعداد لتحديد ما إذا كان الكسر أقرب إلى صفر أو واحد أو واحد على اثنان عزيز الطالب أوقف الفيديو وحل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أحسنت إجابة رائعة الحل لتقدير ناتج طرح سبعة على ثمانية ناقص خمسة على اثنى عشر سنقوم بداية بتقريب الكسر سبعة على ثمانية ولاحظ عزيز الطالب أن سبعة على ثمانية سيكون على خط الأداد بين الواحد على اثنان والواحد ولكن لاحظ عزيز الطالب أن سبعة على ثمانية أقرب إلى الواحد إذن سيقرب إلى أحسنت واحد ولاحظ عزيز الطالب أن خمسة على اثنى عشر سيكون على خط الأعداد بين العددين صفر وواحد على اثنان لكن لاحظ عزيز الطالب أن خمسة على اثنى عشر أقرب إلى الواحد إلى اثنان إذن سيقرب الكسر 5 على 12 إلى أحسنت عزيز الطالب إلى نصف والإيجاد ناتج تقدير الطرح سنقم بطرح 1 ناقص 1 على 2 والإجابة هي أحسنت عزيز الطالب 1 على 2 إذن ناتج تقدير 7 على 8 ناقص 5 على 12 هي 1 على 2 وبالانتقال إلى تدرب مستقل صفحة 7 أنت الآن قادر عزيز الطالب على حل هذه التدريبات قدر ناتج الجمع أو الطرح باستبدال الكسر بالعدد 0 أو 1 أو 1 على 2 وهذه هي التدريبات عزيز الطالب أوقف الفيديو وحل التدريبات ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أحسنت محاولة رائعة الحل سنقوم بداية عزيز الطالب برسم خط الأعداد وتمثيل الكسور عليه نمثل الكسر 9 على 10 على خط الأعداد ونلاحظ عزيز الطالب أنه يقع بين الواحد على 2 والواحد وهو أقرب إلى الواحد إذن سيقرب الكسر 9 على 10 إلى أحسنت الواحد ثم نمثل الكسر 5 على 6 على خط الأعداد ونلاحظ أنه يقع بين الواحد على 2 والواحد أيضا وهو أقرب إلى الواحد كما ترى عزيز الطالب إذن سيقرب الكسر 5 على 6 إلى أحسنت الواحد ولإيجاد ناتج التقدير نجمع 1 زائد 1 أحسنت يا بطل نعم 2 إذن ناتج تقدير الجمع 9 على 10 زائد 5 على 6 يساوي 2 وبالانتقال عزيز الطالب إلى السؤال السابع سوف نقوم بتمثيل الكسر 11 على 18 على خط الأعداد ونلاحظ عزيز الطالب أنه يقع بين الواحد على 2 والواحد وهو أقرب إلى الواحد على 2 كما ترى إذن سيقرب الكسر 11 على 18 إلى أحسنت 1 على 2 وسنمثل أيضا الكسر 2 على 9 على خط الأعداد كما يلي ونلاحظ أنه يقع بين الصف والواحد على 2 وهو أقرب إلى أحسنت إلى الصف إذن سيقرب الكسر 2 على 9 إلى الصف ولإيجاد ناتج الطرح سنقوم بطرح 1 على 2 ناقص صف والناتج هو أحسنت 1 على 2 إذن ناتج تقطير طرح 11 على 18 ناقص 2 على 9 1 على 2 وبالانتقال عزيز الطالب إلى السؤال التاسع سنقوم بتمثيل الكسر 24 على 25 على خط الأعداد ونلاحظ أن 24 على 25 سيقع بين الواحد على 2 والواحد وهو أقرب إلى أحسنت يا بطل الواحد إذن سيقرب الكسر 24 على 25 إلى الواحد والآن سنقوم بتمثيل الكسر 1 على 9 على خط الأعداد ولنلاحظ عزيز الطالب أن الكسر 1 على 9 سيقع بين الصف والواحد على 2 وهو أقرب إلى الصفر إذن سيقرب الكسر 1 على 9 إلى الصفر ولإيجاد ناتج الطرح سنقوم بطرح 1 ناقص صفر سيكون الناتج أحسنت يا بطل 1 إذن ناتج تقدير 24 على 25 ناقص 1 على 9 هو 1 ومعزيز الطالب بفتح الكتاب صفحة 8 ممارسات الرياضيات وحل المسائل السؤال الثالث عشر مهارات التفكير العليا كيف تقرر ما إذا كان الكسر 27 على 50 أقرب إلى 1 على 2 أم إلى 1 من دون أن تستعمل خط الأعداد وضح إجابتك عزيز الطالب أوقف الفيديو وحل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أحسنت يا بطل محاولة رائعة الحل بالرجوع إلى الملاحظة السابقة وهي إذا كان البسط قريبا من نصف المقام يقرب الكسر إلى 1 على 2 وبما أن 27 قريبة من نصف المقام إذن يقرب الكسر 27 على 50 إلى 1 على 2 والآن عزيز الطالب سنقم معا بحل السؤال الرابع عشر من نفس الصفحة حضرت سمية خليط مكسرات باستعمال 1 على 2 كوب من الزبيب و3 على 5 كوب من الجوز و3 على 8 كوب من اللوز كم كوبا تقريبا من خليط المكسرات حضرت سمية ما هي مكونات خليط المكسرات وكمياته؟ أحسنت يا بطل 1 على 2 كوب من الزبيب و3 على 5 كوب من الجوز و3 على 8 كوب من اللوز ما هو المطلوب؟ أحسنت يا بطل كم كوبا تقريبا من خليط المكسرات حضرت سمية؟ عزيز الطالب أوقف الفيديو وحل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أحسنت يا بطل محاولة رائعة الحل ولإجاد كمية خليط المكسرات التي حضرت سمية تقريبا يجب علينا تقدير ناتج جمع الكسور كما يلي 3 على 8 زائد 3 على 5 زائد 1 على 2 سنقوم بداية عزيز الطالب بتمثيل الكسر 3 على 8 على خط الأعداد ونلاحظ أنه يقع بين الصفر والواحد على 2 وهو أقرب إلى الواحد على 2 إذن سيقرب الكسر 3 على 8 إلى أحسنت يا بطل 1 على 2 1 على 2 والآن سنقوم عزيز الطالب بتمثيل الكسر 3 على 5 على خط الأعداد ونلاحظ أنه يقع بين الواحد على 2 والواحد وهو أقرب إلى أحسنت 1 على 2 إذن سيقرب الكسر 3 على 5 إلى 1 على 2 والآن سنمثل الواحد على 2 على خط الأعداد ونلاحظ عزيز الطالب أنه 1 على 2 هو نفسه 1 على 2 إذن سيقرب إلى 1 على 2 ولإيجاد ناتج التقدير سنقوم بجمعي 1 على 2 زائد 1 على 2 زائد 1 على 2 والإجابة هي أحسنت أحسنت يا بطل 1 و1 على 2 إذن كمية خليط المكسرات التي حضرت سمية تقريبا هي 1 و1 على 2 كوب وبالانتقال عزيز الطالب إلى فقرة التقويم صفحة 8 السؤال السابع عشر صل كل مقدار بتقديره عزيز الطالب أوقف الفيديو وحل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أحسنت يا بطل محاولة رائعة الحل بالاعتماد على الملاحظات التالية سنقوم معا بتقدير نواتج الجمع لاحظ عزيز الطالب أن 1 على 30 البسط أقل من نصف المقام وقريب من الصفر إذن سيقرب إلى أحسنت يا بطل إلى الصفر وأربعة على ستة البسط قريب من نصف المقام إذن يقرب إلى واحد على اثنان فيكون ناتج التقدير هو صفر زائد واحد على اثنان هو أحسنت يا بطل واحد على اثنان وبالانتقال إلى ثمانية على تسعة نلاحظ عزيز الطالب أن ثمانية على تسعة البسط قريب من المقام إذن سيقرب إلى أحسنت الواحد ونلاحظ في الكسر واحد على خمسة أن البسط أقل من نصف المقام وقريب من الصفر إذن يقرب إلى أحسنت يا بطل الصفر فيكون ناتج التقدير كما يلي واحد زائد صفر أحسنت يا بطل نعم واحد وبالانتقال إلى الكسر اثنان على عشرون نلاحظ عزيز الطالب أن البسط أقل من نصف المقام وقريب من الصفر إذن سيقرب إلى أحسنت يا بطل سيقرب إلى الصفر وكذلك في الكسر واحد على اثنى عشر نلاحظ أن البسط أقل من نصف المقام وقريب من الصفر إذن يقرب أيضا إلى أحسنت يا بطل الصفر فيكون ناتج التقدير صفر زائد صفر هو أحسنت يا بطل صفر إلى هنا عزيز الطالب نصل إلى نهاية الدرس وإلى اللقاء في درس جديد بإذن الله